السلام عليكم حبيبي النهار رحبت اقدم لكم حاجة حصلتلي فعلا كنت في مشوار واتأخرت فيه فقلت بقى ما ادخل ايه سوبر ماركت اجيب رنجة نتغدى بيها وخلاص ايه ما شاء الله سوبر ماركت كبير بين عليه يعني من المنظر والحاجات اللي فيه انه هو سوبر ماركت كويس منتجاته حلوة متغلفة كل حاجة تمام ايه يا دوب وصلت البيت وكان فيه مشوار يعني حوالي ساعة وشوية ما بين المكان اللي انا كنت فيه والبيت بتاعي فقلت بقى ما افتح الرنجة كده هو كان ماليفها وحطتها في كم شنطة وبفتح بقى الرنجة اول ما طلعت واحدة كده رحيتها رحيتها وحشة خالص اوحت برضو نفسي وحطت واحدة على النار وروحت اطلع الباقي يا دوب هي لسه على النار وهتشوفوها للوقت وانا بورها لكم وروحت اجيب واحدة تانية لمحت في الرنجة دود فتحت الكيس بقى كله وعدت ادور لقيت الرنجة كلها عبارة عن دود وباين او يعني طبعا انا وانا باشترها ما خدتش بالي لان انا قلت له انا عايز عندك رنجة قال لي ايه وتبقى بكم بمجي نيه طيب ماشي هاتلي كله ويا ريت تبقى رنجة كويسة عشان احلف ان انا ايه اكلت رنجة حلوة واجي لك كل مرة قال لي ماشي هورلكم دلوقتي انا بالبس الكياس كده في ايدي لان هي رحيتها الصراحة يعني لا تطاق ما فيش عند جوينتات فقلت الكياس عادية كده عشان مش عايزة امدي ايدي فيها لان رحيتها فعلا فضيع شايفين طبعا انا حطتها في الكيس تاني وقلت اصورها لكم واوريكم حتى اللي انا حطتها على النار شايفين ايديات اللي انا حطتها على النار وللرنجة شايفين بقى الدود فيها رنجة شكلها وحجمها ان هي حلوة قوي يعني شايفين اوريكم بقى بالتفاصل شايفين الدود وده الكيس ده بقى المحل اللي انا جبت منه اوريكم بقى هنا كده بالتفاصيل كل حاجة المحل اللي انا جبت منه وعنوانه ان انا من ضمياط والمحل ده ما بيننا وبينه حوالي ساعي يعني هو قرب المنصورة اوريكم بقى بالتفاصيل والدود ومعليش انا اسفع على المنظر بس انا بقول الفيديو ده عشان كل واحد لما تروح تجيب حاجة ما تستناش ما هو يغلفها لها لأ بصي عليها وتأكدي قبل ما ما يغلفها لك ويزبطها لك ويحطها لك عما تروح البيت تلاقي الدنيا كلها والحاجات كلها ما تصلحش تتاكل شايفين المنظر ده حتى اللي انا عمل طيب يعني ما اجيب اما انا جايب اربع حبيات رنجة قال لي دول كيلو ومية ماشي قلت له ماشي اخد مني مية وعشرة جنيه وحطها لي بقى في الكياس زي ما قلت لكم مضبطها لي كانت النتيجة بالشكل ده طبعا انا رميتها شايفين احب بس اوري لكم الدود اللي عليها الكيس نفسه بيشغي دود شايفين والله حطتها في المطبخ النموس والدبان تلم بقيت ترش عشان كل حاجة تقرب والريحة لازم اشيل الريحة فشلتها طبعا رميتها في الزبالة علشان ايه الريحة في الشقة صعبة اوه فانا قلت اعملكم الفيديو شايفين ده الدودة شايفين اه خلي بالك وانت بتشتري لان البيعين او صحاب السوبر ماركت ما يغر كيش ان هو سوبر ماركت كبير وشكله فاخمة انا عملت كده انا لقيته حلو وشيكو حاجاته متغلفة فقلت بقى ادخل اجيب انا اجيب بثقة وروحته يعني هو ما عندوش رحة الضمير اكيد هو بيغلفها وهو بيوزنها عارف ان هي فيها الحاجات دي لان هي بينا وزهرة خالص فهو اهم حاجة عندو ان البيع تتم وخلاص فانا بقوله علي بالمكسب وعليك بالخسارة علي بالمكسب وعليك بالخسارة فزي ما قلتلكم انا بقوله علي بالمكسب وعليك بالخسارة لان انا انت شايف ستة كبيرة قدامك شايلة كمية اشعات وشايلة شنطة علاج يقدها وبتقول لك انا عايزة اكل رنجة احلف ان انا اكلت عشان كل ما جينا ااخد منك ده حلوة او يا حاجة ده انت معرفش ايه يا حاجة انت هتدعيه لما انا دعتلك فعل دعتلك والله دعتلك ان عليك بالخسارة وعلي بالمكسب عليك خسارة وعلي بالمكسب ان ما فكرتش الست اللي شايلة عليك وشايلة اشعاته وشايلة حاجات دي المي الجناه دي اللي انت اخدتها دي هي عاملة حسابها لغدى عيالها ايها هتمشي بيها لو ملقاتش عندك حاجة هتروح تجيب من مكان تاني لا هو ما فكرش في كده اهم حاجة فكر ان هو يخلص من الرنجة اللي بايزة الناس دي تاكلها يجي لها تسمم يجي لها نازلة معوية تعمل لهم اي حاجة مش مشكلة المهم عنده ان هو ايه كسب له مية وعشرة جناه ايه فروح يا رب ربنا ما يبارك لك فيهم ربنا ما يبارك لك فيهم وولادك وانت تاكل من نفس الرنجة ده هيت اللي انت بيعتها دي هيت وايه وساعتها هتشوف قد ايه الناس بتتعب لما تبع لهم ياللي ما عندكش ضمير رنجة بالطريقة دي حسبي الله ونعمل وكيل فيك وفي امثالك اللي بيبيعهم حاجات فاسدة للناس بالشكل ده خلي ما كانش حد انا خدت بالي خلي واحدة تانية واخدها لعيالها او واحد جايبها لعياله واكلهم وجالهم حاجة ولا ماتوا ولا عملت لهم تسمم لا مش مهم انا عملت الفيديو دي عشان اقول لكم اي واحد اي او اي حد ما يتغرش بالسوبر ماركت الكبير ويبص له للحاجة اللي هو بشتريها ويبص له ولقى شك فيها اي حاجة يدهاله على طول انا دي فيديو بسيط كده عم تجربة شخصية ليا وحصلت لي حبيت اقول لكم عليها واقول لكم كل واحدة وكل واحد يخلي بالو من البيعين الجاشعين اللي ما عندهمش ضمير شكرا